أسرانا بالتنازين أسرانا بالتنازين قلوا علي يا حمام قلوا علي يا حمام ودي للأسر السلام ودي للأسران الأبطال وأن الاحتلال الآن يمارس ضغوط عليهم من خلال القضايا الحياتية واليومية لهم ويمنع إدخال النبس الشتوية والاحتياجات اللازمة لهم من الخارج وهذا يأتي في السياق ممارسة الضغط على أسران الأبطال أنا والد الأسير شريف الغوادي الموجود في السجن نافحة محكومة 17 سنة طبعا أحنا فجأة لهم حقية 5 سنة بدخلت عليهم اللابة الشتوية ومبعانهم من هيك مشكلة يعني إذا بتسمح لهم إدارة السجن عند إيريس بيرجعوا لواعي يعني مشكلتنا مشكلة والدنيا شتا ووضعنا وبالناشة تكون للصليب الأحمر وكل العالم على الساس أنهم يساعدون على زي ندخلهم اللابة الشتوية وخاصة الوضع الصحراء النقع ببارد يعني كالعادي في كل موسم فصل الشتاء الأسرى الفلسطينيين يتعرضون إلى نفس السياسة الإجرامية العنصرية الذي يرتكبها الاحتلال بحقهم الاحتلال يمنع الأسرى من إدخال الملابس الشتوية وخاصة في هذه الأجواء القارصة لهذا استبدل الاحتلال ومنع الأهالي من إدخال هذه الملابس واستعاض عنها في ملابس في الكنتينات والأغطية الشتوية في داخل سجون الاحتلال بمعنى الاحتلال حول السجون الإسرائيلية إلى مشروع اقتصادي ربحي يحاول من خلاله استنزاف الأسرى وعوائل الأسرى فهذه السياسة سياسة عنصرية ونحن نقول بشكل واضح مطلوبنا المؤسسات الدولية والحقوقية ضغط على حكومة الاحتلال للسماح للأسرى الفلسطينيين من إدخال كل المستنزماتهم الشتوية في هذا الفصل الكاريس شكرا